أكدت وزيرة التجارة وصناعة نبين جامع أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن إجراء دراسة المشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيديسي ومون جي ان رئيس كوريا الجنوبية تأتي في إطار سلسلة المباحثات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزيري التجارة بالبلدين وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة وحول تطور العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية أوضحت الوزيرة أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين تشهد حاليا معدلات نمو متميزة حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 مليارا وثمانمائة وتسعين مليون دولار محققة بذلك النسبة زيادة قدرها 46.9%